لكن على أقل تقدير عايزين نشوف ميداليا بلون تاني على رأي مستر بيتسو مسماني الراجل وانا بسجل معاه ورده قال ايه قال كلمة حلوة او عجبتني قال انا مش مبسوط ومش سعيد بالبرونزية اه طبعا انجاز يحسب لنا كمجهود وكفترة صعبة جدا علينا وظروف وكلام من ده لكن يا نفسي اخد ميداليا بلون تاني سواء فضية او برونزية فهو ده الطموح اللي موجود عند الجهاز الفني مسماني ومعاوني كابتسامه مصر اخر بصراحة الراجل بيعمل مجهود عظيم جدا كل عضاء الجهاز الفني بالتب بالإدارة كابتن سعد عبدالحفيز برضو من الناس يعني الجنود المعلومة مش مجهولة اللي بصراحة برضو راجل يعني دماغه توزن بلد وعارف ازاي يقدر يخلق الدوافة عند اللعيبة هو والجهاز الفني حاجة جميلة جدا كل عضاء الجهاز الفني الناس دي كلها والله بيتفكر في حاجة واحدة بعد ما خلصنا المطر بتاع المركز التالت بتاع الهلال وكسبنا اربعة كله بيفكر في احنا عايزين ناخد ميدالية تانية احنا عايزين نوصل لنهائي كاس عالم كله بيفكر حتى في يوم التتويق بالبرونزية في اليوم ده الناس كلها بتفكر في كده عايزين نوصل لنهائي كاس عالم فالحلم موجود وطموح موجود وحيشتغلوا عليه وحيفضلوا يقتلوا لحد ما يوصلوا لنهائي كاس العالم وبإذن الله في يوم من الأيام حيحصل أجلاً أم عجلاً حيحصل وبإذن الله يكون السنة الجديدة دي المسيم الجديد ده نوصل نهاء كاس العلم لماذا؟ لأنه لدينا منظومة كبيرة محترمة في مقدمتها جمهور النادي الأهلي اللي كان لي دور فعال جداً في كاس العلم الأندية هناك في أبو ظبي بمجلس الإدارة بالجهاز الفني باللعبين كل المنظومة كل الناس عايزة تحقق الحلم ده ومش هيبقى آخر التموح عندما توصل مبرة النهائلة حيبقى عندك تموح أكبر أنك تاخد البطولة بإذن الله ومين عارف ممكن تقدر تاخد البطولة